أهلاً بالجميع أتمنى أن تكونوا بألف صحة وعافية أهلاً بكم في فيديو جديد في هذا الفيديو من سلسلة تعلم اللغة الفرنسية للسنة الخامسة سننطلق في بروژيت 3 كسكن كاتاستروف ناتوريل سيكونس 1 كون جسوري جران قبل أن نبدأ لا تنسوا الاشتراك تفعيل زر الجرس والضغط على like شاركوا الفيديو لتعوم الفائدة إذن في هذا الدرس نتحدث عن الوكبولير les noms composés الكلمات المراكبة سنقوم بقراءة الناس Dans notre pays il n'y a pas souvent des tremblements de terre très forts les enfants doivent apprendre à l'école les gestes pour se protéger se mettre sous une table solide ou sous les cadres des portes سنقوم بشارح ما قراءنا Dans notre pays أي في بلدنا il n'y a pas souvent des tremblements de terre très forts لا يوجد هناك زلازل قوية غالبن Les enfants doivent apprendre lit le texte A qu'est-ce qu'il n'y a pas dans notre pays ماذا لا يوجد في بلدنا إجابة إجابة يفصطة الأول سنقوم بشاركة سنقوم بشاركة إجابة سنقوم بشاركة سنقوم بشاركة سنقوم بشاركة سنقوم بشاركة و لدينا ثلاث بطاقات une pomme de terre une salle de bain une machine à lavé سنرافيق كل سورة ب البطاقة المناسبة إذن una pomme de terre هي البطata وهي السورة ثانية Pomme de terre اسم ركب ب две وهي السورة الثالثة وهو السورة الأولى وهو السورة الأولى وهو السورة الأولى lit le texte puis recopie les noms composés sur l'ardoise. Dans le train, on prend le repas dans le wagon restaurant. Quand on voyage le soir, on dort dans le wagon lit. إذن نشرح الناس بعدها ننتقل إلى استخراج الاسماء المراكبة Dans le train, le train هو القطار إذن داخل القطار On prend le repas dans le wagon restaurant On prend le repas أي نأخذ الغذاء في القاترة المخصصة للأكل Quand on voyage le soir عندما نسافر في الليل on dort dans le wagon lit نقوم ب أو نحن ننم في القاترة المخصصة للنوم مثل السورة إذن في هاتماري سنستخرج لننم كمпوزي أول ننم كمпوزي هو في السطر الأول Wagon restaurant هنا ال-W يكتب ولكن ينتق V لا نقول wagon بال wagon بين wagon و restaurant نجد تريدو ننم كمпوزي هو في السطر الثاني لدينا اسم ركب آخر الذي هو ال-Wagon lit إذن في الوسط نجد شرطة أو trade union هذه أنواع أخرى من لننم كمпوزي wagon restaurant wagon lit يجب تعلم هذه الأسماء فإنها تدخل في ثقافة العامة وكما قلت سابقاً يمكن أن يأتي سؤال في الاختبار أين يطلب من التلميذ إجاد ننم كمпوزي أو الاسم المراكب في الناس وهم اسماء سهلة جداً للإستخارات ننتقل إلى التمرين الرابع سنقرأ السؤال افكتاً تنم كمارات فورم دنم كمпوزي puis dessine les objets que تتخوف dans ta classe إذن مع زميلك أو زميلك كوين اسماء مراكباء بعدها قم برسمي الأشياء التي تجدها داخل القسم سنقرأ الكلمات إذن بهذه الأسماء سنكون أسماء مراكبة ما بينها سيكون تكون شرطة ما بين الإسمين سنبدأ ببورت ونكتب بورت موني بورت موني وفي الوسط شرطة أي شيء الذي نضع فيه النقود محفظة النقود ثانياً لدينا ن ونستعمل كاش كاشني 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 بعدها لدينا تاي تاي ولدينا كخيان تاي كخيان تاي كخيان أي الميبرات ثم ننتقل إلى سيل وارك ونكتب ارك ان سيل اركان سيل هو قوس قزع اركان سيل بعدها ننتقل إلى كلمة أخرى التي هي كاس ونكتب كاس كخوت كاس كخوت بعدها ننتقل إلى ميدي ونكتب أبخي ميدي مساء أبخي ميدي وبهذا تمالي نكون قد أنهينا الفيديو قبل أن تغذروا فضلا وليس أمرا شاركوا في القناة فعلوا زر الجرس واضغطوا على لايك شاركوا الفيديو لتعم الفائدة نلتقي في فيديو لاحق